إذن كما لكم تشوفوا الكابتور الثاني سورة تجمع بطالي سلسلة عشر العشر حاكيم زلوم وصالح أقلوت تعليقهم نبدأ من عندك أنا وش أقول لك فضاني تجور لاشنس وهذه هي علاش قوية العزيز كل واحد بلاستو كل واحد أسمو وحاكيم زلوم تاني كممتل قوية و لازم تشجعه قوية العزيز لكنه تعرض انتقادات يا قوية نقول لك انتقادات وش دار هذا الانسان باش دار انتقادات وش دار ما فهمش أنا عبسل إدارة ويخليها عطيه لاشنس تقول انت يرحم بابك تجيب انت وعد يخدم لك خلي يكمل خدمة و بعد انتقدو قبل ما يخدمت انتقدو أخوية العزيز ملاكا يعني يقول لك لاتمودا هذا الانتقاد انت قمر الدين يصبر خلي السيدي خليه العظيم يا أخوية هذه هي أنا أخوية نحييهم وهذا وش هنقول لك نريمان نعم أنا رأي كما رأي الشاب مونير يعني حاكم زلوم هو أيضا فنان وانتقدوه قبل ما يشوفوا سلسلة عشر العاشر أنا خلاص كي خرج صلاح الممثل صلاح وقلت أنا ما يش هنتفرج لأنا خلاص كي راح عشر الحقيقي أنا ما يش هنتفرج هما أصلا كانوا عطيينه كيفاش يقولون حاكمين عليه قبل ما يبدأ قبل ما يبدأ قبل ما يشاهدوا السلسلة كانوا حكموا عليه بليفشل ما شفوه أفضل هذه مقتلة أثرناها في البداية نعم نحكم على الشيء دون مشاهدة الإعدام صحيح شوف نظم الشعب الثاني ما تظلموش في حاجة لأنه والف بعشر العاشر ممثل محترف بصح جعفر قاسم والله ماكشف حل جيبهم في زوج عشر آن عشر دو حط هولهم في زوج عشر واحد منهم عشر واحد من ما هي الصحة يعني لانتقاد البناء مليح ولكن انت تنتقد إنسان بش تحطمه نفسيا يعني حتى للممثل لدار في مكان عشر العاشر أو قديم عنده سبع سنوات صح ما ظهرش على الشاشة ولكن محترف جدا ونوجه له تحية ونقول وعطيك الصحة نتفرجوه ونتبعوه أنا بعد رمضانك نكمل الرحمة هنتفرج كل شيء هي الصحة سامحني يا قمر الدين يبقى صالح أغروت الرقم واحد في الجزائر عملاق للشاشة الجزائرية بدون منازع ولحظنا صح غيابه لكن حكيم زلوم فنان بامتياز كذلك فقط الشعب تانا يمكنهم أصحاب الميدان لا لا هم ممكنهم أصحاب الميدان اللي كانوا دايلين هذه البلبلة وكما نقولك دايماً أعداء النجاح لأنه صح أنا صراحة أعجبني حكيم زلوم في عشر العاشر وجعفر قاسم ما رهوش سهل ومخرج ثاني نقدرون نقوله عليه جعفر قاسم الرقم واحد ما تدري عمي جاي عاية لي أنا المتلها عشر العشر هذه كيف خبر الدين أنا نتقدوله ما تنتقدوش وجعفر قاسم سيباني بوك للكي أخوية العزيز نتسمى أنت وجدار الخدمة هذي كامل وما يعرف شوه يخير يعطيه الصحة ليمد الفرصة يعني جرأة منه